اشتركوا في القناة ونختار مثلا نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وننزل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة طبعا نكتب السبت الاحد الجمعة طبعا لازم نستعين بالتقويم اللي موجود بالكمبيوتر مثلا هسه شهر الواحد كانون الثاني 2018 يبدى يوم اثنين نجي على يوم اثنين نكتب واحد وهكذا نملي الجدول بعد ما ملينا الجدول بها لارقام نحاول مداد الجدول الى الاسفل ومن ثم نحدد جميع الخلايا الجدول ومن تخطيط نختار هذا الخيار اللي هو المحاذات افقيا في الوسط وعموديا في الوسط ومن ثم يفضل انه يوم الجمعة باعتبار انه يوم عطلة حسب طبعا ذوق التصميم رح نمطي لون مثلا تضليل خلنا نقول مثلا هذا اللون وبقية الايام رح نمطيها من التضليل تصميم التضليل رح نعطيها هذا اللون طبعا الخطوة التالية هي تحديد كافة الجدول ومن حدود وحدود وتضليل نختار الكل ومن ثم اللون نختار اللون ابيض ومن ثم موافق مثل ما تلاحظون صار عندنا هذا الجدول جدول جميل جدا لشهر كانون الثاني 2018 وهكذا نقدر نعمل بقية الاشهر طبعا نقدر هذا اللون اذا شفناه فاتح ممكن نقدر نمطيه شوي اطوخ وبقية الالوان ممكن نمطيها ايضا لون افتح من اللون الرئيسي او لون يوم الجمعة وهكذا اصبح عندنا هذا الجدول الجميل جدا وعلى اساس هذه الفكرة نعمل بقية الاشهر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة